استهداف متعمد لفرق الدفاع المدني والمنظومات الإسعافية من قبل طائرات الاحتلال الروسي هنا في هذا المكان في مدينة آريحة تم استهداف هذا الحي السكني بشكل مباشر وصلت فرق الإنقاذ ودفاع المدني إلى مكان الاستهداف لانتشال العالقين تحت الإنقاذ وإسعاف المصابين تم استهدافهم بشكل مباشر أدى إلى احتراق هذه السيارة سيارة الدفاع المدني بشكل كامل وخروجها عن الخدمة وبعد إسعاف المصابين كان هناك أيضا غارة ثالثة على ذات المكان من طائرات الاحتلال الروسي تواصل طائرة ميليشيا أسد والاحتلال الروسي منذ ساعات الصباح قصف مناطق متفرقة مريف إدلب الجنوبي والشرقي كان هناك مجزرة في مدينة سراقب جميعهم من الأطفال والنساء نفذ الطيران الحرب غارة على مدينة آريحة منازل المدنيين نحن كدفاع مدني توجهنا المكان على الفور عند وصولنا للمكان تم استهدافنا بغارة مزدوجة على سيارة الأسعاف مما أدى إلى احتراقها في الكامل وخروجها عن الخدمة وعدة مصابين أغلبهم أطفال ونساء عملنا على إخلاء المصابين على الفور إلى المشافي بعد إخلائهم على الفور تم تنفيذ غارة ثالثة على نفس المكان أيضا ترجمة نانسي قنقر